لأنه شو؟ تحكي عني صار في ميناء حلق الوياد مخططة ثم مستمعين ربما مات عباش باشا إحنا مالوغوز ما ساعت ذكرى متاعنا قصيرة وإذا كان اللي تونس دخلت لسنوات في بحر دماء فلأن باسم حقوق الإنسان وباسم الحريات اللي وظفناها توظيف سلبي لأنه تونس هي بلد الحريات وبلد حقوق الإنسان حاب نذكر لهنال وتخزقوت وقالي سيدئيس الجمهورية أعلننا على اللجنة تحرية الأفراد فهذا حتى يعني الأقلية والحريات ري مضمونة لكن مش على حساب أمن تونس إحنا أنسختان ممو أبو عياذ باسم حرية الإنسان وباسم حقوق الإنسان ردناه داعي وما كيفو حتحد أنسختان ممو ولينا نحكيوا على الصحل والقطع باسم حقوق الإنسان أنسختان ممو ولينا يعني نشوفوا في هذيكم ثقافة جديدة في تونس هذا يكفي واليوم أثبتنا مع الجمهورية الثانية كونوا راهوا أمن بلادنا فوق الجميع واليوم غير مسموح باش ندخلوا أطراف مشبوهة ومن بعد هذيك يجي بنا الدم لتونس هذا غير مسموح أمن البلاد فوق كل شيء إحنا دي جاننا تقرسمي يعني باسم رئيس الحكومة خرج وحكي وقال راهوا فيها شبهة تطرف وشبهة إرهاب إحنا اليوم إذا كان بش نتعاملوا مع الشبهة بالسهولة هذه بعد راهوا كيف كيف إذا كان اليوم فما حاجات التون عني ومنها على المستوى الاقتصادي والتنموي والسياحي اليوم الهجرة هذيك أرى ما جيتش من عدم راهوا أولادنا نمشاوا لأنه كانت مطالبهم التشغيل والكرامة جينا رويحنا حاتت الضميل تخيز نحكيه على دستور أنت مسلم أنت كيفر وبدينا نحكيه على الاقتصاد وعتنمية بتاع البلاد كان مع 2015 هذا اللي يزبنا نذكروه اليوم شنو اللي صار ولهناء خاطر أنت جبت نقطة مهمة برشا بالنسبة لستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب اللي تمت المصادقة عليها 2015 وتم أحداث اللجنة الوطنية وكل وزارة في إطار مشمولاتها راي حذرت برنامج تنفيذي اللي هو يهم اليوم وكافحة الإرهاب والتطرف وبذلك كالصغيرات اللي تم منحها بش ما تدخلش تونس راول عكسر وفهمة مؤسسة دولة مؤسسة الدولة راي ما تقفش وطنكو الاستراتيجية متاعنا موجودة والبرنامج العمل موجود احنا مثلا في وزارة شنو شباب مرياضة مش نرجعوله بمزيد التفصيل نذكر سيدة بركة المستمعين مزالك يتحقوا بينا أنه في اتصال حصري مع سيدة خليفة الشباني قال أنه البارح اللي صار هو تطبيق للقانون بسبب سيدة المستمعين ربما اللي ما همش مواكبين ما حصلها نعرف هو تواصل مشغلين بأمور أخرى في شهر رمضان البارح تم منع سيدة ألمانية متزوجها من تونسي كان ينشت في داعش ويبدو أنه هي أبيدها كانت موجودة في بؤر التوتر في سوريا البارح ورغم محاولات البعض بعض الأطراف من جمعيات وحقوقيين وغيرهم الناس يتعودوا تشوفوهم كل ما يتعلق الأمر بإرهابية يتبدأ حقوق الإنسان آخر مدني حد ما يقف معه وحد ما يناصره فالبارح كانت معركة كبيرة معركة رمزية البعض يعتبرها حاجة سهلة أنا أعتبرها كانت البارح معركة وجود ما هيش معركة حدود فقط وتم منع السيدة هذه والسيد خليفة شيباني قال إذا تحاول جي مرة ثالثة سنمنعها مرة ثالثة أكثر من هك سفير ألمانيا اللي ترجع له السيدة هذه بالنظر باعتبارها أحد مواطنة ألمانية أرفض أنه يحذر في البرد وحذر أنه يساند الحقوقيين اللي كانوا يعتقدوا أن السيد هذا بيش يجي وبيش يقف ضد الدولة التونسية وضد قوانين تونس السيد خليفة شيباني قال أنه لا صحة لما تردد أن السيد رئيس الحكومة أعطاه مهلة بـ 24 ساعة للسيد وزير الداخلية حتى يتم القبض على ناجم الغرسلي قال أنه المسؤولية هذه مسؤولية فرقة مختصة والحرص الوطني قامت بتنفيذ الأمر معناها وبحثوا عليه السيدة سيد ناجم الغرسلي وإلى حد الآن البحث متواصل لكن المهم ما فماش علاقة بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمنطق يا تشدوا يا كذا ما ناش في ديلة الكويبوي وما ناش في الإزافيش وانتد في 24 ساعة وإلى 20 سبعين ساعة دون كذبة تم تداولها في الفيسبوك وخليفة شباني أكد أنه رئيس الحكومة أرقى من أنه يعطي تعليمات بهذا المستوى خلينا ندخل معك سيدة الوزيرة بخطر بعد بش نخلق في فاصل إخباري مشيو في حاجة باهية إيجابية أحكي وع دار الجامعات اللي تم تدشينها واللي هي بش تلم معناها التعاونية اللي بش تيقف مع الرياضيين خاصة الرياضيين اللي معناها بعد ما يبعدوا على الأضواء ويبعدوا على المهيدين ربما تولي ظروفهم الاجتماعية صعبة وصعبة جدا وشفنا عديد الحالات اللي معناها تدمى لها القلوب تعاونية الرياضيين هي صاحة لما عندها عشرات السنوات معناها كي تسمع تيم ونياج متاع الجمودي متاع مختار ذويب يعني متاع عباد قامة في الرياضة يقولك احنا راو طالبنا بيها من التسعينات التعاونية هذية القانون تم احداثه في 2013 لكن بعدي كسر بلوكاج احنا نعفو ساعاتنا عاملوا قوانين تبقى حبر على ورق فاليكزيكسون قولوا راو من نجموش راو عنا صعوبات الحقيقة الهنا وزارة شؤون الشباب والرياضة واللي نحب نواجه لهم تحية خاطر في ظرف وجيز اللي ستة أشهرة قبل ما نعنوا على كونها اللي يعني نعطيه وإشارة انطلاق تعاونية تم يعني انهاء جميع النصوص الترتيبية بش ما يصير حتى بلوكاج أربع نصوص ترتيبية خدمناها مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الصحة مع وزارة المالية الخدمة الكلة مخدومة قلنا إيفان موكيف مهاكاية مش مش نعنوا حدنا تم استدعاء قدماء رياضيين من 24 ولاية يعني ليلة النص كان عنا شقاً فترة معها أكثر من 350 من مختلف الاختصاصات ومن مختلف الرياضات وبرشة وجوه تنسيت لطفي تنسيت عندها عشرين وثلاثين واربعين سنوات معناها أنا كنشوف العبد هذية كي الدموع هي اللي غلبتها الدموع اللي غلبتها متعوى أخيراً تذكرونا وأخيراً فما رد اعتبار لأنه أنا بش نحكي عليها خيرة عياري يرحمها وكان عندي يعني اتصال مع رجلها وكانت بش تحذر معنا لكن للأسف يعني أصيبت بمرض اللي غلبها واللي أنا في بالي موين بش تداوي مثال شنا بش نقولها هذي خيرة أوكي نجمة توصل للوزيرة واللي ما نجمش يوصل اليوم التعاونية راي مؤسسة هذية راي مؤسسة تالدي بمبام العباد دونك بش نعطي شنوة هي التعاونية اللي هي تهم المسيرين الحكام الرياضيين في القطاع الرياضي كل واللي تبدأ فهمها وتتحط التعاونية هذي لإزداء خدمات اجتماعية وصحية وثقافية بالنسبة لقدماء الرياضيين هي يعني خطر وجوبا للحكام والمسيرين والرياضيين ويعني اختيارا لقدماء الرياضيين واللي صيد رئيس الحكومة جاء وعطاهوا إشارة انتلاق تعاونية وعطينا أول بطاقة انخراط المحمد الجمودي كيف خدمنا حتى لهنا بالتسريع الخدمات وتسهيلها البورتاي موجود تدخل يعني في البورتاي متاع التعاونية تعمل تسجيل متاعك تم تكوين هيئة وموقتها في انتظار جهة العامة هيئة تسييرية اللي هي خدمتها لمدة 13 المهام انتاحها بالأساس هي يعني تجميع الانخراطات ثم عندها خدمة كاملة تحسيسية خاطر نعرف احنا رأوا اليوم اللي برشة بيش يلبخون على الإجار دونك هما بيش تكون عندهم زيارات المختلفة في الولايات بيش يعرفوا بالتعاونية هذي لأنه احنا حرصين بيش كل جامعة تنخرط وكل رياضي ينخرط واضح واضح سيدة الوزيارة سمعني خطي دهم أنا معوعد الأخباري بش نخرج نتوى في فاصل أخباري وبعد بش نرجع معنا السيدة مجدوني نشاني وزيارة الشباب والرياضة بش نحكيه معها على أهم النقاط اللي تشغل الرأي العام الرياضي اليوم ونقولها واحنا في نهاية موسم رياضي استثنائي بكل مقييس نظر الانجازات اللي تحقت وهي غير مسبوقة في تاريخ الرياضة التونسية هذا هي واقع ما ناش نجمل فيه ثم ونحن نستعد للدخول في أكبر تظاهر عالمية نحكيه على كأس العالم 2018 إن شاء الله يا ربي منتخبنا موفق في الوصول للدور الثاني ولما لا حتى الثالث أنا رجعين بعد فاصل الخباري ما تبعدوش